في هذا الطور الأولي من الزراعة ضمن الحملة الصيفية المعاكسة وجميع الحملات يشكل الماء العنصر رقم واحد في العملية الزراعية برمتها إذ تستلزم هذه المرحلة غمر الحقل لمدة أسابيع قبل البذر وإدراكا من قطاع الزراعة لهذه الأهمية تم ليعازوا إلى شركة سنات ضمن مشروع شامل يواكب الموسم الزراعي بأحكام قنوات التوصيل المائية وتفريض المجاري والروافت حتى يتدفق الماء بالحجم والكمية المطلوبتين لتغذية الحقول وغمرها بالنسبة للمياه هذه السنة كيف تعرفوا كانوا من تخوفهم منها وفي ذلك الوطار الوزارة في بداية قاع الموسم مشات بعدها رأسها مكلب مهمة المكلب الحملة مع الذنيين المعنيين وعدلوا دراسة استكشافية عن مشاكل المياه التي تقعد مطروحها هذه الدراسة مبنية على معطيات فنية متوفرة ونعلطات تعليمات للمصالح الفنية بعد أن تدخلها تسنات في مجال المياه تعود من تبهب على هذه المناطق التي تقعد فيها خطر تعود مقبولة بعين الاعتبار وتعود عندها نظام مراقبة خاص وتم الحمد لله هذا الهدف استطيع أن نقول بأننا حققناها لدرجة كبيرة منذ ما قبل انطلاق الحملة الزراعية عبأت شركة سنات آلياتها الثقيلة وحفاراتها لتوسيع الروافد المائية وتعزيزها عند الاقتضاء بأخرى موازية وبقنوات جديدة تنفيذا لتوصيات قطاع الزراعة ولتلبية أحد أهم مطالب المزارعين نحن هنا عندنا الجهرة كان فيها نقص وتم التدخل الحمد لله الخريزة كانت عطشانة واليوم الناس كاملة جبرة المن وشاكلينهم على التدخل الوقت اللي جاءنا فيه كان وقت مناسب ولولا هو لكامل يخسر لي أن الناس فات طلصة لمكاملها وما رمات لا يتحمل شي من العطش وكان التدخل السريع وكان فني للقاية جزاء الله خيرا الحكومة تاصلت بنا وعدلت قدر من الأعمال وما زال منهم قدر وذا هم مملي لا مزال متباركين ونختار هذه الجهرة عليها 1500 اكتار ولا يقد يجي هذا الكنال لا بد لها من رقابة ولا بد لها من ترميم جديد وبهذه الخطوة يكون قطاع الزراعة قدمهد الأرضية المواتية لتذليل أحد أهم العقبات التي تتحكم في نجاح الموسم الزراعي المزارعين الحمد لله شربوا وهذا قطعنا على أنه يدعم التوجه الواحل في الدولة من الرفع من مستوى المزارعين وتحقيق الاهداف المرجوة من ذلك وتحقيق الاكتفاء ذاتي وعلى ضوء هذه المواكبة المبكرة للموسم الزراعي في هذه المرحلة الأساسية يتطلع المزارعون إلى موسم أكثر تحضيرا وتهيئة بتضافور جهود القطاع والذروع المتخصصة في هذه المرحلة الأساسية من الحملة المعاكسة ترجمة نانسي قنقر